بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف مسرين سيدنا محمد وعلى الأجمعين التوكل اليوم إن شاء الله على الله ونحطيك الليكتشر نمبر 8 في مادة الناتشرالجاز تكنولوجي اليوم حنحكو على الترانس بورتاشن اوف ناتشرالجاز ناقل الناتشرالجاز بمعنى إن تطلّب الحركة الفعال للغاز الطبيعي من مناطق الإنتاج اللي هي from production regions to conception regions لين مناطق الاستهلاك نظام نقل واسع النطاق ونظام حيكون مفصل في كثير من الحالات بمعنى في كثير من الحالات الغاز الطبيعي من بير معين عليها من يقطع مسافات كبيرة للوصول إلى نقطة الاستخدام أي نقطة الاستهلاك consumption point there are several options for transporting natural gas from oil or gas field to market عندنا نحن عدة options عندنا نقاط أو عدة اختيارات لعملية نقل الغاز سواء من oil field ولا من gas field to market والاسباق الأشياء هذين أو options هذين عندنا ممكن ننقلها عن طريق البايبلايز المحاضرة نحاوله بس نسرع فيها أو كم نوع أو كم الـ options اللي عندنا لنقل الغاز عندنا 3 options هذا ممكن نجي كم سؤال اللي هو بايبلايز والله نقل عن طريق أو في هيئة الـ LNG أو في هيئة CNG المحاضرة نحاوله بس نسرع فيها اللي هو الـ gas pipeline A pipeline is a very efficient way to transport natural gas especially on land يعني الـ pipeline لما نستخدم الـ pipeline في نقل الغاز ويعتبر طريقة فعالة خاصة وين فيه على الـ land on land The supply sources of natural gas imported into pipeline could be from another pipeline الـ LNG والله gas processing plant and gas gathering system يعني ما هي لو جيكا مسؤال يقولك ما هي مصادر إمداد خطوط أنابيب الغاز يعني عندنا عندي خط غاز أو بايبلاين بيستخدم الخط الغاز من يجيه الغاز هذا يجيه منين يجيه من خط غاز آخر يعني مثلاً يبيصدر غاز حيكون هو الخط الكبير حيجيه غاز من خط صغير أو من الغاز المسال أو من محطات معالجة الغاز أو من أنظمة تجميع الغاز اللي هو gathering system بعد ما يجي هالمصادر هذي كلمة تدخل في البايبلاين اللي معد لنقل الغاز شو يصير gas then goes through a long distance trunk line يعني الوجه هيا شنو مثلاً عندي حقل زي النفورة اللي بيصد الغاز example إلى الطبرق يكون عندي هنا عدة خطوط تخش شوين تخش إلى trunk line trunk line هذا وين بيهذا والخط الرئيسي وين بيمشي بعدها and finally reaches the consuming market حيمشي وين يمشي عند الميناء وميناء عند وين عند التصدير بايبلاين اللي هو are very convenient to transport مثل بات حطوا تحت منها خط كلمة بات هو خط أو طريقة النقل عن طريقة البايبلاين اللي هي مريحة لكن are not flexible as the gas will leave the source and arrive at its one destination يعني مت زي السفينة السفينة نقدر متلاً عبيتها غاز من الزويتينة نقدر نشيلها طرابلس نقدر نشيلها طبرق نقدر نشيلها لأوروبا لكن بايبلاين وين ما يطلع من point number A معاشي يقدر نغير المصارى متاع اني نوصل وين عند الخط يعني it's not flexible معاش مرن نقدر نغير كيف من البيانة بايبلاين design means operate size operate distance between compression station and adequate compressor size that would allow optimum operation and ability to expand in the future أنا ما نجيب ندير design للبايبلاين أي نوع من البايبلاين الغاز بايبلاين علشان يقدر عندي هالخط هذا او البايبلاين يشتغل ب optimum operations حتى اللي بد يكون عندي شنو size متاعي يكون مناسب المسافات اللي بحين حيمشي هالبايبلاين هالحتكون حتين مناسبة الحاجة الثانية اللي حيكون عندك size مناسب عندك المهمة جداً حطوه بين قوسين المسافة بين المحطات compression stations يعني نعلم مثلا نبي نصدر او نبينضخ غاز من النفورة الى الترابس مسافة كبيرة كل بعد فترة لابده يكون عندك شنو compression station تحديد المسافات بين compression station هذي very very important انه تخلي هال البيايبلاين هذه يشتغل بكفاءة عالية والله ما يشتغلش فيه بكفاءة عالية الحاجة الإخيرة بدي أكون الـ Compressor Size أنا حددت المسافات بين الـ Compressor Station لكن برضو حتى الـ Compressor Size هذي حتى هي مهمة جداً جدا الحجم أفتاحها كبير صغير ب Heroes يأخص هناك بدي أدهم أن تناسب شيئاً الحجم أفتاح الـ Bype Line والمسافات اللي سيقطاعها في الغاز هنا لو وفّّرنا الـ�術 الـ Bype Line المناسب والمسافات المناسبة بين الـ Compressor Station والأحجام المناسبة لـ حتى الأحجام المناسبة لـ وصلنا على التشغيل المثالي لهالخط اللبيب اللي حينقل الغاز وفي نفس الوقت ممكن بعد فترة لا قدروا ندروا العميد شنو نوسعوه في المستقبل عندي هنه ديما بايبلاين اوتبوت تبنت اون بايبلاين دايميتر اندا اوبرايتنج براشر يعني مهم جدا الاوتبوت هو اللي يهمني هو الخارج الكمية الغاز الخارجة من البايبلاين تحتمد على البايبلاين دايميتر وتحتمد على الوبرايتنج براشر الضغط اللي احنا مستخدمينه في عمرية الدفع بأسفل الغاز taken into account وحطني في الحسبان the length of pipelines and topography يعني هنا عندي سؤال ما هي العوامل التي تؤثر في البايبلاين اوتبوت رقم واحد البايبلاين دايميتر رقم اثنين الوبرايتنج براشر رقم ثلاثة length of the pipeline رقم اربعة جغرافية هو التوبغرافي يعني هل هو منبسط الارض هو عالية نازلة هذين هنا الاربع عناصر these are the four factors affecting the pipeline output مهم جدا النقطة هذي وهذي سيجيكم فيها سؤال typically onshore pipeline طب احنا احنا لما نحكو على البايبلاين عندي onshore pipeline وعندي شنو offshore pipeline onshore pipeline operating pressure is about 700 to 1100 PSI هيكون غالبا من 700 إلى 1100 PSI برضو هذي يعتمد على شنو depending on the material and the age of the pipeline يعني هنا مثلا مرات في بايبلاين قديم من اقدش نحط عليه مثلا 2000 PSI والماتيريا طبعا هو يعتمد عشان مش لي قرر نقول والله 1400 والله 2100 PSI او اتساترا تساترا يعتمد على عنصرين مهمة اللي هو المواد المستخدمة في صناعة البايبلاين اللي اللي بنتستخدموه لنقل الغاز رقم اثنين العمر بتاع البايبلاين هل هو new pipeline او old pipeline عندي هنا الغاز transmision to consumer may be divided يعني نقل الغاز الى الكنسيومر المستهلك may be divided into بأثرا رقم واحد gathering system compression station محطات الضخ او الضغط محطات الضغط الخطوط الرئيسية distribution line والله الخطوط الفرعية عندي هنا سؤال جيكا مفاشر gas transmission to consumer divided into four factors describe or write this factor وهو واحد اثنين ثلاثة اربح لو جينا هنا عندي اول نقطة وهو natural gas gathering natural gas gathering الصورة هنا لو شفنا الصورة هنا جينا هنا مثلا production facility production facility هذا البير بتاع الانتاج بعدين يمشي يمشي عند ال gas processing and treatment plant بعدين يمشي عند compressor station بعدين يرقى يرقى فوق عند ال power plant or large industrial use بعدين يمشي هنا عند وين عند ال city gate بلا بلا الاخير هنا ينوصل وين عند ال commercial consumer customer 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 او residential customer الفرق هنا في الخطوط من مصدر الرئيسي هذا يسمى فيه gathering line بعدين هنا عندي transmission line بعدين هنا distribution line هنا كم عندي خط عندي الاحمر هذا gathering line عندي الازرق هذا اللي هو transmission line هو ناقل بعدين distribution الاخر حاجة الخضر هو خطوط التوزيع للغاص نجي سؤال مهم ما هي مكونات الاساسية لل pipeline متش pipeline gas pipeline pipeline component عندي رقم واحد calculate pipe itself بعدين compressor station بعدين metering system station محطات القياس بعدين valves بعدين هنا control stations ال pipeline على السريح على المعلومات هو غالبة من 6 الى 28 انش يتكون من سترونج كاربون ستين ماتيريال توميت الاي بي اي الهو امريكا مستيتيوسن ستاندر اهم شي ميت لابد يفي بي المتطلبات بتاعت الستاندر كافرد من سبيسيلايزد كوتينج توبريفين كوروجين وين بلايسد اندر جراوند يعني العادة المكونات الاساسية من البايب لو جينا اخذينا البايبلاين الاتسلف هو القطر متاعي يكون من ستة الى ثمانية واربعين الصناعة متاعها تكون من سترونج كاربون ستيل ومغطة بشنو مغطة بمادة تمنع كوروجين لانا وين بنحطوه انها البايبلاين خاصة في في الاولاد بنحطوه تحت الارض وتحت الارض التربة مراتها تكون اه صولتي فيها مواد كوروجين فهنا لابد ندلولها شنو ندلولها مادة اللي هو بيجتمنع عمية كوروجين نجوع ما زلنا في البايبلاين كومبوند هو الكمبروسر ستيشن محطات الضغط ويعتبر دون الضغطية عالية تو انشور ده فلوينج غاز ريمينز براشر ازد كومبروسر از ركواير يعني هنا الغاز نحنا لو 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 من مشوه من من النفورة الى الى طبرق بدون ضخ وبعد فترة مسافة بايدة حينقص البراشر المتاعه ومعاش يبدأ يصير لفلوينج عشان نضمن ان الغاز هذا كونتشيونيوس ام فلوينج والله لابد نستخدم وين كل مرة كل بعد مسافة يكون عندي محطة متاعت اللي هو الضغط يو كومبروسر ستيشن يوزولي بلايس ات اربعين الى ميت مايل تقريبا بين كل محطة محطة من اربعين الى ميت مايل طبعا يعتمد الحسب شنو اللي حسب حتى التوبغرافية او الجغرافية اللي بينتقل فيها او يكون فيها البايباين نجو الميترينج سيستم نحن لما نبين نبينضخوا الغاز لابده ننقيسوا الكميات اللي ماشية نابي قيسي الفلو رقم اثنين بلايس ات بيردوكلي اللي انت انتر ستايت جايز لايين يعني كل بعد فترة شنو يبقي غازي يبدا قاعد يقيسوا فيه او يقعد فيه مناطق معينة Allow monitoring and management of gas in pipe هذا هو مهم What's the function of metering station اللي هو Allow أو allowing monitoring and management of gas in pipeline وما زلنا مع الـ pipeline component الـ valves الـ valves هذي عندي مثلاً الـ gateways Allow free flow or restriction of gas flow هذي زي شيش ما نسكره لفتح هذي ممكن أسمح له Free allow Restriction of gas flow gas flow may be restricted if the section of pipe line requires maintenance or replacement إني إحنا أم تنسكروا على أو ندير عمية restriction للـ gas flow اللي هو لما بندير عمية maintenance يعني والله نبي نغير خط معين والله نبي نغير pipe معين عندنا control stations كل هن الـ pipeline component دي ما حد قدامك سؤال What's the function of pipeline component مثلاً What's the function of control station اللي هو monitor and control gas in pipeline زي اللي في الصورة هذي قاعد قدامه monitor يحسب ويتحكم في الغاز لما يكون في الـ pipeline ويتحكم في الـ pipeline نفس القصات هذا هو الفانكشن بتاعه هو monitor and control gas in pipeline ويتحكم في الـ pipeline ترجمة نانسي قنقر